فتاة صالحة طيبة القلب سمراء البشرة حفظت القرآن كاملا وجعلت كل أعمالها وحياتها خالصة لله تأخر زواجها رغم طيبتها وأخلاقها بسبب سمار لونها ورغم ذلك لم تحزن أو تشتكي بل كانت تحمد الله كل أوقاتها كانت تحب الأطفال حبا شديدا وتعاملهم بعطف لا مثيل له وظلت بدون زواج حتى بلغت الخامسة والثلاثين من عمرها عندما زارتها جارة لها في أحد الأيام وعارضت عليها الزواج من مقاول أرمل ولديه أربعة أطفال بشرط أن تكون في البيت كخادمة لأبنائه ولا يكون لها طلبات كزوجة فوافقت لحبها الشديد للأطفال وتزوجت على الورق فقط مر عام واحد استطاعت فيه هذه السيدة أن ترعى الأبناء الأربعة كأبنائها فقد قامت بتحفيظهم القرآن وتعليمهم التربية الدينية الصحيحة وغمرتهم بحنانها حتى أصبحت لهم أما يحبونها ويقدرونها وفي نهاية هذا العام نجح زوجها أيضا واغتنى أكثر وأحبها وبدأ يعاملها كزوجة وبعد سنوات مات زوجها فحزنت عليه حزنا شديدا وفوجئت بأن زوجها قبل أن يمت كتب لها عقارات تقدر بالملايين دون أن يعترض أولاده الأربعة بل قابلوا هذا بحب كبير كما علمت منهم ولكنها في أحد الأيام ذهبت إلى مكتب محاماة وعندما شاهدتها السكرتيرة الجميلة جدا كانت قلقة من منظرها وتتجنب النظر إليها وعندما لاحظت السيدة هذا الخوف على وجه السكرتيرة ابتسمت وحكت لها قصتها ثم قالت لها وقد أتيت إليكم لأن زوجي مات وكتب لي عقارات بالملايين ولكني أريد أن أعيد لأولاده أملاكهم وها هي الأوراق والعقود التي تثبت صحة كلامي ثم صمتت السيدة وتجمد الكلام على شفتي السكرتيرة التي امتلأت بالدهشة عندما رأت سيدة تلفظ ملايين الجنيهات بجرة قلم فسألتها وهي تشعر بالخجل من نفسها بعد أن شعرت نحوها بحب غريب لامس قلبها أليس أفضل لك يا أمي أن تحتفظي لك ببيت تحسبا للزمن فقالت السيدة لا يكفيني حب الأولاد لي والله الذي رزقني الحب والأولاد بعد الجفاف سوف يرزقني ويهبني كل شيء فقامت السكرتيرة واحتضنتها واعتذرت لها والدموع في عينيها وقالت لها فعلا ليست كل امرأة جميلة طيبة ولكن كل امرأة طيبة جميلة وبعد أن أعادت السيدة الممتلكات لأبناء زوجها فوجئت بهم يتنازلون لها عن عقارات أغلى مما تنازلت عنها تقديرا لها وحبا فيها وردا لجميلها ومكافأة لقلبها الطيب الجميل ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة تخرجت من الجامعة وليس لها إلا أمها تقدم شاب لخطبتها فوافقت بعدما اشترطت عليه أن تعيش أمها معهما فوافق الشاب وتمت الخطبة وبعد شهر من الخطبة جاء للشاب عقد عمل في الخارج فأخبر الفتاة أنه سيسافر مدة عامين وسيعود ليكمل الزواج فوافقت بعد إلحاح منه وبعد سفره ساءت حالة الأم الصحية وبعد أشهر اتصل الشاب بخطيبته وأخبرها بأنه قرر عدم العودة من السفر وإن كانت تريده فعلا فإنه سوف يأتي في إجازة قصيرة يتمم فيها إجراءات الزواج وتسافر معه فأخبرته أنها لا تستطيع ترك أمها بمفردها وهي طريحة الفراش وتحتاج لمن يكون في خدمتها فاقترح عليها وضع الأم في دار للمسنين فغضبت كثيرا مما قال وقالت له لا يمكن أن أفعل هذا مع أمي ثم ذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما ثم أغلقت الهاتف وتم فسخ الخطبة وبعد أيام توفيت الأم فزادت وحدة الفتاة وانتظرت اتصالا من خطيبها السابق ليواسيها في وفاة أمها ويأتي لإتمام الزواج والسفر معه ولكنها فوجئت بأخته تخبرها أن أخاها قد تزوج فزادها الخبر حزنة ولكنها لجأت إلى الله واستعانت به وشغلت نفسها بالعمل وناسيت موضوع الزواج وبعد مرور أربع سنوات على وفاة أمها سامعت جرس الباب يقرأ ففتحت الباب لتجد باقة ورد كبيرة ورسالة إهداء كتب في بدايتها أنا آسف أرجوك إقبل اعتداري ثم وجدت خطيبها السابق وأسرته والمأذون يدخلون في سعادة وقال لها خطيبها السابق لقد عاقبني الله بسبب أنانيتي بزوجة كانت لا يهمها شيء في الدنيا إلا المال والمظهر وأهم أسباب الطلاق عندما وجدتها قد كذبت علي في البداية وأخبرتني أن والدها ميت ثم علمت أنه حي يرزق ولكن في داري للمسنين فأدركت أن من ليس له خير في أهله لن يكون له خير في أحد سواهما وزاد ذلك من ندمي عليك وشعرت أن مال الدنيا لا يساوي لحظة أعيشها مع إنسانة وفية مثلك وها أنا أتيت إليك لكي أطلب منك أن تسامحيني وسوف أعوضك عن كل ألم تسببت لك فيه إن سامحتني فهناك خاتم خطبة بباقة الورد ضعيه في إصبعك لأعلم أنك قبلت اعتداري عتبته الفتاة عتابا شديدا وعندما وجدته ينظر إلى الأرض خجلا واعترافا بالخطأ وضعت الخاتم في إصبعها وابتسمت له لأسرته فتعالت زغاريد أهله وجلست بجانب المأذون وتم عقد القران ثم الزفاف وتفان الزوج في إسعادها وعلمت أن الله أجل زواجها أربع سنوات ليعلم زوجها درسا ويعوضها به بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ هو المصور له الأسماء وهي تحضن بين يديها طفلها الرضيع وقد نام بجوارها طفلتها الصغيرتان وأمها الطاعنة في السن أما زوجها فقد غاب عنها نظرا لظروف عمله وفجأة تستيقظ هذه السيدة بعد منتصف الليل على صياح وضوضاء وإذا بحريق قد شب في أسفل تلك العمارة ورجال الإطفاء يطلبون من الجميع إخلاء العمارة والصعودة إلى السطح وإلا تعرض كل من بشقق العمارة إلى الهلاك قامت تلك السيدة أيقظت صغيرتيها وطلبت منهما الصعودة إلى السطح فأطاعتا والدتهما وصعدتا ثم بقيت تلك الأم في موقف لا تحسد عليه حيث كانت تنظر إلى صغيرها الرضيع الذي لا يستطيع حراكا وإلى أمها الطاعنة في السن العجزة عن الحركة أيضا بينما كانت النيران تتصاعد إلى شقق العمارة فوقفت متحيرة أتقدم البر وتحمل أمها أم تقدم الأمومة وتحمل رضيعها وبسرعة وقبل فوات الأوان قررت بأن تبدأ بأمها قبل كل شيء وتترك صغيرها فحملت أمها وصعدت بها إلى سطح العمارة على أمل أن يسعفها الوقت وتستطيع النزول إلى شقتها مرة أخرى وتحمل رضيعها وما إن صعدت هذه السيدة بأمها بعض درجات العمارة إلا والنيران تداهم شقتها وتدخل على صغيرها وتلتهم تلك الشقة وما فيها تقطع قلب السيدة وسالت دموعها وأكملت صعودها إلى سطح العمارة لتضع أمها ثم جلست تبكي في حسرة كبيرة على طفلها الذي دهمته النيران ولم تستطع إنقاذه ظلت هذه السيدة تبكي حتى تم إطفاء الحريق تماما وفرح الجميع إلا هذه الأم المسكينة ومع بزوغ الفجر أعلن رجال الإنقاذ عن طفل حي تحت الأنقاذ بفضل الله ورحمته فأسرعت الأم إلى رجال الإنقاذ وكم كانت دهشتها وفرحتها عندما وجدت طفلها حيا يبتسم لها فسجتت لله شكرا وحمدته على لطفه بها فقال لها الحاضرون والدموع في أعينهم إنه البر وإنه عاقبة البارين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا